زاوية واحدة تنقص طاولة مبادرة بتيل الخماسية للحوار حتى تباشر جلساتها أملا في حل معضلة المسار السياسي لبي التي استعصت على مبعوثين أمميين سابقين الأطراف الأربعة التي حددت أسماء ممثلها بمبادرة المبعوث الأممي عبدالله بتيلي هي مجلسان نواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وفقا لعضو الأعلى للدولة محمد معزب معزب وفي تصريحات للأحرار أضاف أن جلسات الحوار ستنطلق في الخامس عشر من ديسمبر الجاري بتونس كما توقع أن يعلن حفتر أسماء ممثليه قريبا ويرم عزب أن عدم الاتفاق على القوانين الانتخابية مرده إلى الاختلاف على قانون انتخاب الرئيس وشروط الترشح مؤكدا أن الأعلى للدولة لن يناقش مسألة تشكيل الحكومة إلا بعد إصدار القوانين الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات وفق قوله من الطرف الآخر أرجع عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي انتهاء التوافق مع الأعلى للدولة إلى تغيير رئاسته ما أعاد المشكلة إلى مربعها الأول مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يقر بإلزامية مخرجات لجنة ستة زائد ستة متهما للمجتمع الدولي ممثلا بالمبعوث عبدالله بتيلي بعدم السعي لإيجاد حل في ليبيا في غضون ذلك جدد كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي ترحيبهما بمبادرة المبعوث الأممي خلال لقاءين منفصلين جمعاهما مع سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا وكان لمنفي قد أكد استعداد الرئاسي لأداء دور توافقي لتحقيق تقدم في العملية السياسية ورعاية أي جهود أممية تؤدي إلى الانتخابات تحركات السفراء الأوروبيين في مسار دعم مبادرة بتيلي شهدت لقاء السفير الفرنسي مصطفى مهراج بعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي حيث أكدا ضرورة حشد الدعم المحلي والدولي لإنجاح المبادرة الأممية كونها تمثل خطوة جادة من شأنها أن تهيئ لبيئة حقيقية تجرى من خلالها الانتخابات عبر تقديم حوافز وضمنات لكل الأطراف السياسية الفاعلة ومع بقاء أيام قليلة على الموعد المتوقع لانعقاد مبادرة بتيل الخماسية تبقى حضوض نجاح هذه المبادرة معلقة بمدى جدية الأطراف المدعوة للمشاركة في حل الانسداد السياسي وصدق نيات تلك الأطراف في الدفع نحو مشهد سياسي جديد يبدأ بالانتخابات الموعودة